دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسل والحوار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد ولن تجد له وليا ولا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله فتح الله به قلوبا غلفا وأعونا عميا وآذانا صما فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاءا من كل داء وصل اللهم على سيدنا محمد ثم أما بعد فيا أيها المسلمون مر رمضان يوما بعد يوم فمن أيام قليلة كان الإنسان يقول أهلا ومرحبا برمضان وهاهو رمضان يولي يوما بعد يوم والمؤمن الكاسب المؤمن الحائز لرضوان ربه هو الذي يستغل أيما تبقى من شهر رمضان في إصلاح نفسه وإصلاح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولا يتأتى ذلك للمسلم إلا إذا عرف معنى الصوم الذي أمر به من الله رب العالمين الإسلام بدأ على مرحلتين كما هو معلوم عندما اندرس تاريخ التشريع الإسلام المرحلة الأولى كانت في مكة وقد ظل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة عاما تلتاشر سنة يعلم الناس معنى لا إله إلا الله فلم تكن هناك صلاة جامعة ولم يكن هناك الصيام الذي نعرفه الآن ولا حتى الزكاة ولا شرعة هذه الفرائد التي نقوم بها الآن لله رب العالمين فقط كان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد التشريعي الأول وهو العهد المكي يعلم الناس معنى كلمة التوحيد ما معنى كلمة لا إله إلا الله ما معنى أن يشهد أن محمد رسول الله ظل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما يعلم الناس هذا فقط فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرعت الفرائد وحدت الحدود وأصبح القرآن ينادي الناس بيا أيها الذين آمنوا وعندما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا تعلم على الفور أن الله عندها سيأمر بأمر أو سينهى عن شيء لا بد بالضرورة من أن ننتهي عنه أو أن نعمل به إن كان أمرا واجبا عندما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا تعلم أن للإسلام عند ذلك أصبحت دولة وأصبحت لها جماعة الإسلام جماعة ذات قوة لا تخاف من إقامة الحدود ولا من إقامة الفرائد وعند ذلك شرع الصوم شرع الصوم في السنة الثانية للهجرة كما قال أهل التاريخ وكما قال أصحاب التشريع ولم يكن الصوم في أوله كصيام الذي نصومه الآن في زماننا أو في زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى يعني قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإنما بدأ الصيام أو تشريع الصيام على ثلاث مراحل حتى وصل إلى المرحلة التي نصوم بها الآن لله رب العالمين واستقر عليها أمر الصيام وهو أن نمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة من آذان الفجر إلى آذان المغرب هذا هو الصوم كما عرفه الفقهاء الصوم أيضا في اللغة هو معناه الإمساك ومعناه لغة المنع يقال صام عن فلان أي امتنع عن فلان صام عن الشيء أن امتنع عنه هذا المعنى اللغوي يخترب من المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء لمعنى الصوم وهو الإنساك عن شهوتي البطن والفرج هذا هو الظاهر من أمر الصوم ومن امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة فإن صيامه على هذا النحو من الناحية الشكلية يعد يكون مقبلا وهذا المسلم أقام فرضا من فرائد الله تبارك وتعالى وهو فرض الصوم الركن الثاني من أركان الإسلام أو الركن الثالث من أركان الإسلام وهو ركن الصوم فهل إذا امتنع المسلم عن الطعام وعن الشراب وعن جماع زوجته ثم يكون سبابا أو لعانا أو عصبيا أو يؤذي الخلق في أرزاقهم وفي أطعمتهم وأشربتهم أو يخاصم كلانا ويتشاحن مع علان أو يكذب أو يغتاب أو ينم أو يصنع المبيقات ويرتكب المنقرات وكافة أنواع الذنوب هل يكون هذا الصوم هو الصيام المقبول الذي يريده الله مننا ويريده الرسول صلى الله عليه وسلم شفيع هذه الأمة ثم أن هناك أناسا يمتنعون عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة لا يأكلون ولا يشربون بل يذوقون مرارة الجوع والعطش في الليل والنهار ومرارة الحرمان من الزوجة الحلال ولكنه لا يصلي ولا يركع ولا يجهد الله رب العالمين ولا يقضي لله تبارك وتعالى أو يؤدي لله سبحانه وتعالى فرض الصلاة وهو الفرض الثاني بعد كلمة التوحيد بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الصلاة قبل الصوم هذا الرجل أو هذه المرأة امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن كل شيء إلا أنه لا يصلي لله رب العالمين هل يكون صوم هذا الرجل أو تلك المرأة صياما مقبولا عند الله أو أن الأمر فيه كلام إن كانت الصلاة هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين فكيف لمن ترك الدين إذا امتنع عن الطعام وعن الشراب أن يكون له صوما مقبولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رتب الأركان الخمس فعلم أن ترتيبها هذا هو توفيقي أو توقفي يعني لا يصح أن تلخبط أو أن تزد أو أن تضع ركنا فوق ركن أو تحت ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه يثبت بها الإسلام ثم إقام الصلاة وهي الإشارة الثانية والركن الثاني الذي لا ينهض المسلم مسلما ولا يقوم أمر الإسلام في قلب المسلم إلا به وهي إقامة الصلاة فكيف ينتقل من الفرض الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويترك إقامة الصلاة وإتاء الزكاة ثم يدخل في الصوم لقد رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيبا والنبي قال الله فيه وما ينتق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذن أراد الله سبحانه وتعالى منك قبل أن تصوم أن تصلي لله رب العالمين ولا يصح إقامة ركن إذا تركت ركنا أعلى منه رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وجعل له الأولوية ثم تتركه أنت وتذهب إلى الركن الثالي أو الثالث أو الرابع أو الخامس دون أن تؤدي كل ركن في مقامه الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الصوم ليس وحده هو الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة في نهاي رمضان وإنما هو أيضا مجموعة من السلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن يأتيها المسلم لله رب العالمين يروي لنا البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء آخر النهار قاءتا فلما قاءتا قاءت إحداهن لحما وقاءت إحداهن دما فأرسلت رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في ذلك من المعلوم أن المسلم إذا صام كان صيامه إفادة لصحته راحة لنفسيته راحة من امتلاع هذا الوعاء وهو البط الذي هو شر وعاء يملى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاءا قد شر من بطنه أشر من بطنه أشر وعاء من الممكن أن يملأه المسلم هو البط ولكن هذه المرأة لم تملأ بطنها بشيء لم تأكل ولم تشرب والمرأة الأخرى صاحبت هذه المرأة لا هذه أكلت ولا هذه أكلت ولا هذه شربت ولا هذه شربت ولكن البطن قد انتفخت فأرصلت إلى رسول فأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا فأمرهما عن يقي فقاعتها فقاعت واحدة لحما وقاعت الأخرى دما فعاد الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله في ذلك ويستخبر عن العمر يا رسول الله لقد صامتا فلم يعكلا ولم يشربا وقد عمرت يا رسول الله بأن يقيعا فقاعتا فلما قاعتا قاعت إحداهن لحما وقاعت الأخرى دما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أما التي قاعت لحما فكانت تمشي بالنميمة وأما التي قاعت دما فكانت تسمع لها هاتين امرأتين صامتا وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه كانت تتكلم عن فلانا وعن علان وعن من ربح وعن من خسر وعن من غدا وعن من راح فكانت النتيجة أن هذا الصوم تحول إلى جحيم في بطنها فإنما أكلت وهي لا تشعر هي لم تأكل فاكهة ولا خضرا ولم تأكل حيوانات ولا طيورا إنما أكلت من لحوم البشر وشربت من دمائهم وهي صائمة فأفطرت على ذلك بل تحول هذا الصوم إلى جحيم مقام في بطنها فقاعت لحما وهو من أدشع الصور التي صورها هذا الحديث أن تقي أمرأة لحما وأن تقي الأخرى دما يا له من منظر بشع كم من صائم منا وهو صائم لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع الزوجة إلا أن نظره ينظر إلى امرأة متبرقة في الطريق أو أن لسانه يتكلم عن فلان أو يؤذه به عند رئيسه في عمله أو عند من يتولى أمره فهو يزرع الفتن هنا وهناك كم من صائم وهو صائم تحدث عن عرض فلان ونال من عرض علان وهي صائمة أو وهو صائم إن الصوم أيها المسلمون لا يكون مقبولا إلا إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صومه تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صومه لا يتكلم بكلمة إلا إذا كان فيها أمر أونه يعني افعلوا أو لا تفعلوا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث عند أبي نعيمة في حلية الأولياء كان وهو صائم لا يكثر من لغة القول ولا من لغة الكلام وحتى يحرص المسلم على ذلك حتى يكون صومه صوما مقبولا وصوما صحيحا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأن يلتزم بأقوال مخصوصة وهي عبارة عن قراءة القرآن الذي يقرأه أو يسمعه من غيره أو من الذكر كالاستغفار وكلمة التوحيد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله بما شرع وبما جاء على لسان رسوله والثناء عليه وحمده ومحمد الله تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد كنعمه تماما الإنسان وهو صائم يكثر من قراءة القرآن ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ولا يتكلم كلمة إلا إذا كان في هذه الكلمة مصلحة لنفسه أو للناس أو لعموم الأمة أما أن يكثر من الكلام بحقة أنه يصلي صيامه أو أنه ينظر إلى المحرمات حتى من مشاهد قد أعدها بعض الناس من المسلمين يظهر وهو يمزح وهو يسخر وامرأة عارية هنا وهناك أو رجل في أحضان امرأة كل هذا يراه الصاعم أيظن بعد ذلك أن صومه مقبولاً أيظن أن ذلك أن الله عز وجل الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فهل هذا الذي ينظر إلى البرامج الهزلية ويتابعها وهو صاعم بالنهار ويطابعها ليل وينظر إلى نساء متبرجات قد يخرجنا عما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصد أو غير قصد أن نقول أن هذا الرجل الذي شغل بهذا كله عن الذكر وعن الصلاة وعن كراعة القرآن وعن الأعمال النافعة وعن تقديم الخيرات لعباد الله هل ماذا نقول عن صوم هذا الرجل أو عن صوم هذه المرأة أنت كمسلم لابد وأن تحكم العقل وتحكم القلب فيما تشاهد وفيما تسمع حتى تحكم حكما نابعا من تصورك للإسلام الذي شرع لك هذه الشرائع ووضع لك هذه الفراع إحنا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة بس في المدينة يعلم الناس العقيدة يعلمهم كيف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والفرائض لم تفرض إلا بعد 13 سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهناك فرضت الفراعض وهذا يدل على أن فرض الفراعض ووضع الحدود إنما هي تتمة لأمر العقيدة وهي البناء الذي يجب أن يكون أساسه وأصوله هي العقيدة السليمة والصحيحة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر معي إلى حديث النبي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو يقول إنما بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني كأن الهدف من الصوم ومن الصلاة ومن الزكاة ومن كل هذه الأمور الهدف منه هو أن تتعلم كيف تكون من أصحاب الأخلاق الحسنة الحميدة التي تحمد عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم هو أخلاق وهو سلوك وهو فرض كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تقوى الله سبحانه وتعالى بمفهومها العام هو الهدف من هذا الصوم الذي تصومه في رمضان فليس الهدف أبدا من الصوم أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تقوع أو أن يصيبك العطش أو أن تتألم في بطنك أو في نفسك أو أن تحرم نفسك فيما أحله الله لك وإنما الهدف هو أن تتعلم من ذلك كيف تتق الله تبارك وتعالى ولذلك علامة من علامات قبول الصوم نعنى كنا أن الصوم في اللغة وعند الفقهاء هو الإنساك عن شهوتي البطن والفرج وأن من فعل ذلك هو صام صياما صحيحا أما كلامنا الآن هو في الصيام المقبول وليس الصيام الصحيح إحنا إن شاء الله معنا اتصال وأعود إليكم عن الصيام المقبول تفضل من تفضل فقلنا أن الصيام الصحيح هو صيام عموم المسلمين إذا امتنوا عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة اتفضل يا مادم حنان اتفضلي اعزة رقمك يا شيء يا أهل المسلم اتفضلي اهلا بحضرتك كنت عايزة رقمك كلمة بعد الحلقة طيب ممكن تغدين شاء الله ما تكون تروش بارك الله فيك فالصيام الصحيح وهو الإمساك عن شهوتي البط والفرج هو من صام وفعل ذلك هو صيامه صحيحا ولكن المسلم يبحث عن الصوم المقبول الصوم المقبول لا يتأتى إلا إذا امتثلت فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم واختضيت في سلوكك وفي أخلاقك وفي كلامك الخارج وفي هيئتك وحتى إلى ما تشاهد وما تنظر لابد أن تختضي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذلك لذلك قلنا أن المرأتين صامتا على عهد النبي ولم يقبل منهما الصوم وإنما تحول الصوم إلى جحيم مقيم وكذلك أنثال كثيرة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء دل على أن الامتناع عن الطعام وعن الشراب ليس هو وحده المقصود في الصوم والدليل على ذلك يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم كما جاء عند ابن كثير وعند كثير من العلماء وأصحاب التفاسير وعند المحدثين لم يكن صوما عن الطعام وعن الشراب وإنما كان صوما عن الكلام يعني أن صيام بعد الأنبياء في تاريخ التشريع الصوم في هذا التاريخ كان الصوم عند كثير من الأنبياء ليس صوم أو ليس انتناعا عن الطعام وعن الشراب وعن مقاربة الزوجة أو مقاربة الزوجة وإنما كان صوما عن الكلام وبهذا أتت آيات الذكر الحكيم عن نبي الله ذكرية وعن السيدة مريم عليها السلام عندما هذا رزقه الله سبحانه وتعالى بيحيا عندما وقف في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين تعجب لأنه كان قد بلغ في هذا الوقت تسعين سنة يعني كيف يعني آلد وأنا رجل كبير وامرأتي عجوز وعقيم فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يصوم ثلاثة أيام ولا يكلم الناس إلا رمزه وأيضا السيدة مريم عندما نفخ الله فيها من روحه فشاع إنما أمره أن يقول للشيئكم فيكون فولدت نبي الله عيسى عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبت مريم من ذلك وتمنت لو كانت نسيا منسية إلا أن الله سبحانه وتعالى ظلها على صوم صحيح به تنجو من مكر بني إسرائيل فأمرها بأن تصوم أيضا ثلاثة أيام ولا تكلم الناس إلا رمزه مما دل على أن الصوم في تاريخ تشريعه عند الأنبياء وعند المرسلين في الصابق إنما كان صوما عن الكلام ثم جاء عند بعض المفسرين أو عند بعض المحدثين أيضا أن الصوم فرد عن الطعام وعن الشراب ولكنه كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد في رمضان إلا على الأنبياء وحدهم فكانوا يصومون فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث جعل الله سبحانه وتعالى خير رمضان وبركة رمضان لعموم خلق الله تبارك وتعالى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصوم هذا الشهر وأبلغنا أن الله سبحانه وتعالى فرضه علينا فالأمة المسلمة الآن هي شبيهة بالأنبياء والمرسلين الصابقين لأنهم كانوا وحدهم دون قبائلهم ودون شعوبهم ودون أممهم كانوا يصومون رمضان أما أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شرفها بفرضية هذا الشهر عليها ثم جمع الله سبحانه وتعالى كل خيرات الصيام من عهد آدم وإلى اليوم في صيام الشهر رمضان فجعل من البديهي أو من الظاهر أو من الظاهر للعيان أن الصوم هو أن تمسك عن شهوطي البطن والفرض ثم جعل له مستحبات ومندوبات وأمور تقربك من الله أكثر وتجعل يعني رجاءك من أن يكون هذا الصوم مقبولا أيضا من توابع فرضيته كالابتعاد عن الكذب وعن الغيبة وعن نميمة وتحريم كل كلام ليس فيه نف أو فيه أذية لخلق الله تبارك وتعالى أو خوض في أعراضهم فجعل الله سبحانه وتعالى الإمساك عن شهوطي البطن والفرج هذه واحدة ثم جعل هذه الأخلاق من مكملاته بحيث يكون الصوم صحيحا من صام وامتنى عن شهوطي البطن والفرج هذا الصوم عندنا كبشر هو صحيح ولكن هل قبل أو هل يقبل هذا الصوم عند الله تبارك وتعالى أم لا لابد أن يأتي بهذه الحزمة من الأخلاقيات ومن السلوكيات التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها لأن الله عز وجل عندما أخبر عن العلة من الصوم قال لعلكم تتقون التقوة هي أن تبتعد عن الحلال مخافة أن يوقعك في الحرام التقوة الذي هو علة الصوم وهو رأس أمر الصوم وهو الهدف من الصوم لأنه يحلو عند كثير من الناس عندما يتحدث عن الصوم أن يتكلم عن الفوائد الرياضية والصحية والنفسية للصوم هذا صحيح ولكن الأفضل هو أن نكتفي بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصوم ولا نسأل بعد ذلك عن علة إلا إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بعلة في القرآن وقد أوضح علة الصوم علانية وواضحة لا تحتاج إلى تأويل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فما هي التقوة التي هي ثمرة الصوم والتي يريدها الله تبارك وتعالى أن نتعلمها من صومنا إذا قلت بالمعنى البسيط هو أن أشعر بألام الفقراء صح لك هذا وإذا قلت بالمعنى البسيط أن أتبرع للفقراء والمحتاجين وغير القادرين صح لك هذا وإن قلت أن أسهم في أعمال الخير وفي أعمال البركات وفي أعمال الثواب والأجل والأعمال الإسلامية الجامعة صح لك هذا فكل هذه معاني صغيرة وجزئيات من معنى التقوة لذلك أريد أن ألقي الدو على معنى كلمة التقوة التي هي ثمرة الصوم والتي لن يتقبل الله منا الصيام والقيام ولا شيء ولا حط الصلاة إلا إذا وجدت هذه التقوة ذهبت الناس كما جاء في تفسير ابن كثير ذهبت الناس إلى أبي بن كعب وكان أبي بن كعب من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير السن ولكنه كان فقيها وكان عالما وكان محدثا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث والروايات ويروي عنه الأقابر ومن تلاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا يذهب عمر وهو خليفة للمسلمين إلى أبي بن كعب ليسأله عن كلمة التقوة شوف انت كم مرة في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر أو في كل صلة تسمع يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا كالذين آذوا موسى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كل مرة تسمع في الصلوات الجهرية وفي إذاعة القرآن وعند المقرئين عن كلمة التقوة مع أن صومك لن يقبل إلا إذا عرفت معنى هذه الكلمة وكنت من الأطقاء ومع ذلك لم تسأل عنها لظنك أن الإجابة تكون سهلة وأن الأمر هو المتبادر وهو المتعارف عليه أقول لك هذا هو خليفة الخليفة الثاني للمسلمين خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم عمر وما عضراك ما عمر يذهب إلى أبي بن كعب ليسأله عن كلمة التقوة يقول له يا أبي ما هي التقوة فيقول أبي بن كعب في الحديث يا عمر أما سرت في طريق ذا شوك قال بلى قال فماذا تفعل قال أتشمر وأتجهز لألا تصيبني الأشواك قال له فذاك التقوة سبحان الله شوفي التعبير الطيب التعبير المبارك التعبير البسيط بقول له يا عمر أنت مشتش في طريق كده مليء بالأشواك طيب معنا سؤال تفضل أيها حضر لك أنا أفلت الصوت تفضلي حضر لك سمعني كده أيها أنا سمعك إن شاء الله تفضلي السلام عليكم إزاي حضر لك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بي ورسانة وحضرات طيب وإنت طيب إن شاء الله أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك عن الجواز العرفي نعم أنا عندي مشكلة أنا عندي 18 سنة نعم وفي حد تقدمي وكده بس في مشكلة مع أهلي مش راضيين مش موافقين يعني نعم فهو قال لي إن إحنا ممكن نتجوز عرفي وكده وإن هو حلال ومش حرام وكده فأنا أول مرة أتفرج على حضرتك يعني وليه الشرف جدا كلا حضرتك فوق دماغي من فوق فقلت عايزة أسأل حضرتك هو أنا لو عملت كده يعني أنا كده متجوزة حلال ولا حرام يعني أنا جوزة مقبول ولا لأ هو عموما في حالة مثل هذه الحالة أنت لا تفعلي ذلك وليس هناك ما يضطرك لأن تفعلي أن تغضبي الوالد أو أن تغضبي الوالدة هذا هو العقوق ثم أن أهلك أنفقوا عليك وساهموا في تكوينك حتى أصبحت ما شاء الله عروسة جميلة تبتغى من الرجال ولا يعقل أن يكون الجزاء هو أن ترضي عليهم بأن تضعي رؤوسهم في الوحل أو أن تجعليهم يعاير أمام الناس أو أن تنقصهم من قدرهم في أعين القاصي والداني أنت إن شاء الله لا تقبلي هذا الزواج الزواج عموما لو تمت فيه مجموعة من الشروط هو زواجا صحيحا كأن يكون فيه ولي كأن يكون فيه مؤخر صداق أن يكون برضى الطرفين كأن يكون هناك شهود عدل وإشهار بين الناس إذا توفرت هذه الشروط فهو الزواج والتوثيق هو من المسائل المستحدثة ولكن السؤال الآن هو ما الذي يدعوني إلى عدم التوثيق يعني لما لا أذهب إلى المأذون ولما لا أوثق هذا الزواج خاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البلاية وتوحشت فيه الناس وتذأبت وأصبحت طباع الناس طباع غريبة وعجيبة وبعيدة عن منهج الله تبارك وتعالى وعن منهج رسوله هنا يأتي أهمية التوثيق أهمية الزواج الرسمي الشرعي على يد المأذون المختص يعني أرجو من كل فتاة ومن كل فتاة ألا يفرط في نفسه فإن لهذا الأمر مستقبل مظلم هو أمر الزواج العرفي فقد يتنقر هذا الزوج لتلك الفتاة الطيبة المباركة التي يبدو عليها أنها يعني تتمتع ببراءة وبشيء من القرب من الله تبارك وتعالى لأنها تسأل في أمر ولو كان السيئة لما سألت فيه السؤال ليس عيبا وإنما العيب هو أن تفعل ذلك أتمنى منها ألا تفعل فقد يتنقر الزوج للبنت أو للزوجة في حالة الزواج العرفي وقد تتنقر الزوجة للزوج وتنكر الزوجة أنها تزوجت من هذا الرجل وكم من أسئلة عرضت علي كثيرا في المسجد وأثناء المؤتمرات والمحاضرات ودروس العلم في المساجد الامرأة تجمع بين زوجين وثلاثة عن طريق الزواج العرفي ثم إذا سئلت عن ذلك تقول لم أكن أتزوج فلان ولا أعرف فلان ولا أعرف علان وتكون متزوجة أربعة وخمسة وأولئهم مصدر أو هم مصدر رزق لها هي ترزق من هذا وترزق من هذا وتفهم هذا أنه هو الزوج وأنه هو المسؤول وأنه لابد أن يكون عادلا وتسأل عن عدل عمر ثم تكون متزوجة آخر تكلمه بنفس الشك وآخر وآخر كل هذا يحدثه ما يسمى بالزواج العرفي وهناك كثير أيضا من الأزواج ومن الرجال يتنكرون للمرأة يتنكر زوجته مع أنها قد تنجب بنتا أو ولدا ولا يسجل في السجل المدني ويكون هذا الولد في أنظار الناس ابن حرام ولقيط ما الذي يقبل المسلمة على هذه الصورة الذليلة وعلى هذا الرجل الخسيس الذي يطلب منها ذلك هل هو يرضى ذلك لأخته؟ اسأليه يا أخت الإسلام الرضي أن يزوج أخته عرفيا فتزوجيه الرضي أن يزوج عمته أو خالته أو ابنته عرفيا فتزوجيه إلا أنه لا يقبل أبدا هو لا يطلب هذا الطلب إلا مما يظن هو أن من يطلب منه رخيصة وأنها سهلة وأنها في متناوله ولو كان هذا يحبك أو يقدرك أو ينتوي بك الزواج فعلا والله ما طلب منك ذلك وما أغضب أهلك في شيء ولكنت النصيحة منه هو أن تتمسكي بأمر أهلك وأن تتمسكي بقرار أهلك في أن لا تقبليه هذا هو الرجل الشريف الرجل النظيف صاحب المرؤة أما الرجل الخسيس فهو دائما يحرض البنت على أهلها ويبعدها عن تلك الحماية الربانية التي جعلها الله لها فتكون فريسة له سهلة وهي بعيدة عن أهلها وعن أسرتها لا تفعلي هذا فإن هذا بهذا الشك هو من المحرمات بهذا الشك الذي طلبتيه وسألتي فيه وقصصتيه علي زواجك من هذا هو زواج محرم إن لم يكن على يد مأذون وبرضى الوالد وبرضى الوالدة وبرضى الأسرة وأنصحك يا أخت الإسلام أن تبتعد عن هذا الشاب كلية اتفضل معنا سؤال تاني يا أهل وسالا يا أهل يا أستاذ جلل اتفضل حضرتك أنا عامل غدروف واشاء الله عزيك ولا أصومه بعد رمضان أنت عند غدروف أنت صائم يعني السؤال للشيخ فضل في الشيخ اتفضل يا مامل أنا اللي بردى عليك اتفضل أنا عامل عملية غدروف نعم أصومه بعد رمضان لأ أنت يعني دلوقتي صايم ولا مصايم ولا الغدروف ده منعك عن الصوم نعم الغدروف منعك عن الصوم أصوم الغدروف عامله بعد خمس سيئات يعني أنت دلوقتي يا مولانا صايم ولا فاطر يعني أنت عندك عذر وعذر المرض عامل عملية ومن خمس سيئات مبناء أنت ما صومت الشعن ولا حاجة ولكنك تخرج زكاة عامل عملية وطلع حدوث رمضان أي وطلع زكاة الفطرة عن نفسك وعن زوجتك وعن من تعود تمام ربنا تقبل منك إن شاء الله ويشفيك شفاك الله وعفاك فنعود إلى الصوم المقبول لأن الصوم الصحيح هو ما وجد في كتب الفقهاء وما تسمعه من المشايخ ومن الفضلاء في الليل والنهار وفي السر والجهار ولكن الصوم المقبول هو الأهم الصوم المقبول الذي لابد وأن توجد فيه الطقوة الذي لابد وأن تتحقق فيه الطقوة عند المسلم وقد ذكرنا أن عمر رضي الله عنه سأل أبي ابن كعب عن الطقوة فقال له يا عمر أنا سرت في طريق ذا شوك عارفيني الأشواك دي إيه هي في الطريق اللي بتقابلك أشوك ديك أولادك هي زوجتك هي الأمور التي أحلها الله تبارك وتعالى على طول الطريق في عمرك إلا أنها أحيانا تنحو بك منحا غير لطيف عندما يضطر الرجل لأن يفتح درجه للنشوة من أجل أن يربي الأولاد أو أن يعلمهم تعليما خاصا هنا أصبح الأولاد شوكة وقد يكون الزوجة شوكة هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الرجل ولكن عندما تحول حياة الرجل إلى جحيم وإلى تصابق مع أخيه ومع أعمامه ومع أخواره ومع القيران في المشتريات وفيما تريد وفيما تنتوي هنا أصبحت المرأة شوكة حتى المال بين ديكه وشوكة هذه الأشواك لابد أن تتق الله تبارك وتعالى فيها فلا تعاملها إلا بالطريقة التي شرعها الله في قرآنه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وتمتثل فيها أو تقتضي فيها بحياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنجو منها فإذا نجوت فأنت التقي وهذا هو معنى شرح أبي بن كعب لعمر بن الخطاب في معنى التقوى أما سرت في طريق ذا شوك قال بلى قال فماذا تفعل قال أتشمر وأتجهز وأنت أيضا تتشمر في صومك وفي صلاتك وفي عبادتك لله تبارك وتعالى وفي تمسكك بالشريعة الإسلامية وبحدود الله وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصيبك الأشواك التي هي من حولك وأنت لا تشعر وكنا أن الأشواك قد يكون الأقرباء قد يكون الأبناء قد يكون الزوجة قد يكون المال قد يكون النفس التي بين جنبيك قد يكون الهوى قد يكون العقل الذي يضل أحيانا ويتبع كل قبيح ويطلب كل مصلحة حتى وإن كان فيها تضييع لمصالح الآخرين هذه الأشواك كلها أنت تتشمر وتتجهز لها بأن تصوم صياماً حقيقياً تمتنع فيه عن شهوطي البطن والفرج وتمتنع فيه عن الغيبة والنميمة وعن الكذب وعن أذية الخلق يا مرحباً معنا سؤال إن شاء الله من الأخت نرمونا فيها أذن وسألاً يا الله مرحباً ممكن تفعل التلفزيون بس وطي التلفزيون عشان تشمعه أيها حاضر حاضر اتفضلي اتفضلي أيها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أذن وسألاً وانت طيبة ولدك طيبين إن شاء الله كنت عايزة أسأل حضرتك أنا فترة من أول الشهر بس أنا حامل والدكتور كان ما أكد عليه الفطار بس أنا يعني لما بيحصل الزرط ده من قبل كده أنا بصومه بعد كده أصوم وأطلع برضو زكاة الفطر أنت قادرة على الصوم الآن يعني وأنت في هذه الحالة أنت حامل أيها حامل قادرة على الصوم أم لا يعني الصوم يتعبك ولا لا لا هو الدكتور من أنا نصوم نهائي خلاص إذا كان الدكتور قالك ما صومش هو دكتور مسلم وطاقي وعرف ربنا اسمعي كلام الطبيب لكن عذري عند الله سبحانه وتعالى وأيضاً أنا بصوم الشهر كله بعد كده يا حضرت الشيخ أنا صومه وأطلع بكاته الفطر تخدي إن شاء الله وزوجك برضو يخرج عنك زكاة الفطر حتى وإن لم تكون صائمة ماشي حضرت الشيخ ألف شكر وإنت لو معاك فلوس تخرجها خرجها أنت بنفسك إذا كان لك زوج والزوج إن شاء الله ربنا يرزقه وإن شاء الله رزق أولادك إن شاء الله يخرج عنك هذه الزكاة ويا زكاة الفطر موفقة إن شاء الله موفقة فالحمد الله رب العالمين أن هذه الأسئلة التي نسمعها جميعاً تدل على أن هناك نهضة في قلوب المؤمنين خاصة في هذا الشهر الفضيل وما يدفعنا إلى أن نتحدث عن الصوم المقبول بأصهاب بحيث يتعلم المسلم كيف يكون صومه مقبولاً باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه لله فيما أمر وقلنا أن الطقوة هي ثمرة من صمرات هذا الصوم الطقوة متمثلة تتمثل في كل عمل حسن كل عمل تستحسنه العقول والقلوب المؤمنة كل عمل دل عليه الله ودل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأعمال التي ينبغي أن يتمسك بها المسلم سوى أعمال البر وصلة الرحم أعمال الإنفاق أعمال الزكاة أعمال مساعدة الناس بكل ما تقدر عليه ثم خير عمل تنال به الصوم المقبول هو إصلاح النفس يا أهل وسهلا يا أستاذة يتفضل معك يا أستاذة إيمان يا أهل وسهلا تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهل وسهلا ممكن توكي التلفزيون بس شوية طيب عشان كده القرآن فيه ما شاء الله فضلي أه حضرتك وانا زوجي ثانية معكة وانا سؤالي يعني تبين برد بس ثانية أهل فضلي أنا حضرتك وانا زوجي ثانية وانا زوجي الوقت في الضيار خمس سنة عام بالثانية وانا يومين بس هل هو كده بيعضل مع أنه هو كوي يعني وبيسر فاهم أمسكة لبصنا في الحاجة والله يا أستاذ إيمان رغم أننا كنت أتمنى أن يكون سؤالك عن الصوم وعن الشهر الفضيل بس أنا برضو هرد على حضرتك المسألة دي المسألة العدل في هذه المسائل هي بين الزوج وبين الله تبارك وتعالى وانت عليك في كل أمر تظن يعني أنه هو فضلك في عليها أوراق عندها أكتر أو أقل أن تحتسب ذلك عند الله وأن تصبري ولا تشكو في ذلك لأحد أولا لأن الشكوى لغير الله مذلة وثانيا لأن كثرة الكلام لن تفيد في شيء وثالثا لأن هذا الرجل هو يصنع ما يشاء والكلام معه لن يؤدي إلى مزيد من الخلاف ومزيدا من الشجار ومزيدا من القيلة والقال فأنا نصيحة أخوك الوجه الله تبارك وتعالى أو نصيحة والدك الوجه الله ما تكلميش في الموضوع ده واعتبري أنه اليوم اللي بيجي في ده أو الخمسة اللي بروح عندها أن ده كله محتسب عند الله تبارك وتعالى اصبري واصطوري ولا تشكو هذا الزوج لأحد ولا تسألي عن أمره بعد الآن سيبه هو يقعد خمسة هناك يقعد أربعة يقعد يوم عندك ده ملوش علاقة إطلاقا بالعدالة وما عليك إسلاميا هو أن تصدري وأن تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى معانا الأستاذة فاطمة يا أهل وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أبوي عمل عملية الغدروف قبل رمضان بيومين ربنا يشفيه إن شاء الله الله يخليك فهو دلوقتي فاطر من أول رمضان ينفع يسوم ولا يطلع فلوس هل Linz المرض عنده ولا المرض زال هل ستعمل عملية الغدروف قبل رمضان بيومين ما هو هو لسه تأريبا سألنا من شوية ولا ده سؤال غيره دلوقتي يعني كده يطلع فلوس ولا يصوم لا إن شاء الله هو ما يصومش كده فيه يعني عنده عذر هو ياخد إن شاء الله بعد إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله هيصوم بعد رمضان إن شاء الله يخدي ما عليهم الرمضان انت سمع يا فاطمة هو مع عز والرسول على السلام بيقول عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تقطى رخصه كما تقطى عزائمه عزام ربنا سبحانه وتعالى امر الصحيح المستخيم ان يصوم الرجل اللي عنده صحة برضو ربنا بيحب ان المريض يفتر لان هذا هو امر الله وهذا هو امر الله تبارك وتعالى هو عنده رخصة عليه بان يصوم ثم ياخد ان شاء الله بعد رمضان فان زال عنه المرض او شوفي ان شاء الله من الغدروف وسأل الطبيب عن قدراتي على الصوم او لا او هو عرف من نفسه انه ياخدر على الصوم فالياصم ان شاء الله من اول ويخدي ويتبقى عليه الباقي يخديه بعد رمضان ان شاء الله والله اعلم ان شاء الله احنا لسه لازمنا نتحدث عن الصوم المخبول وقلنا ان الله معانا ام محمد من المنية تفضلي يا ام محمد ايه يا ام محمد تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا ام محمد تفضلي يا ام محمد تفضلي انا معاك ان شاء الله وسامعك تفضلي تفضلي يا ام محمد اهل السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا كل سنة انت طيبين وانت طيبة يا ست ولادك طيبين ان شاء الله لا يخليك لو سمحت يا شيخ انا كنت ندر جديدي من زمان ده عشر تنين وربنا ما جدرنيش لحد الوقت وكل ما جاء انا واتبحه وتحصل عنك ظروف ملاد عيانين وانا عيانة بس انا بحلم احلام ببيوت جديمة وبجيدي او خرفات هقولك حاجة يا ام محمد والجيدي لسه عندك في البيت انا ما عنديش فانت لسه هتشتريه يعني فكل ما تيجي عشان تنوي تشتري يحصل ظرفهم الظروف ايو علي ديون بس انا بينه بالربنا ان انا سد الديون اللي علي دي وعايز اتبع الجيدي لحد ما بحلم باحلام دي من انا عايز اتبعه روحتي سألتي شيخ قال لي لعم انفحش اذا كان عليك ديون سألتي شيخ ثاني قال لي لعل لازم توفي النذر والدين اللي عليك يمكن ربنا يحطش العائل اللي عندك دينك وولادك ايوه الرجل التاني ده هو اللي افتكي صح انت لو معاك تمن الجدي هاتيه واتبحيه وانذري لله رب حقيقي هذا النذر اوفي بالنذر لله رب العالمين فلعلي في الايفاء بالنذر يكون سببا ان شاء الله في قضاء الديون وفي راحة البال وفي سد ابواب الشر وكنت ندرى يا شيخ ان انا اتبعه وامل عزيمة اتبعه العجل وعزيم الصالحين وهاتي اهل بيتك خاصة اللي انت بخصمهم او من قرابك اللي انت بتكلمهمش خلوه باول ناسب ان شاء الله في هذه العزومة وعزومة النذر الحمد لله انا مش مخصم حد ما تلم الناس كله الحمد لله رب العالمين ربنا يسعيدك ويكرمك ان شاء الله ويقدرك على الايفاء بنذرك لو معاك فلوس الجد هاتي الجد حتى لو في المتوسط كده واسباحيه سواديته كله الغلابة وزعتيه او لا يكلوه او عزمت عليه زي ما انت كده جا في نذرك قولا ان انا هعمل عزوم واجيب فيه الناس صلاة الراحم والناس اللي مش عايز يبقى كويس ان شاء الله بس اذا كان معاك تمن الجد هاتيه واتباحيه حلال ينفع عادي وانا علاق دين وانا عيان عادي يعني اه ينفع اذا كان معاك تمنه ماشي واخويا جل هاتيه وربولك معايا طيب اذا كان معاك تمنه هاتيه ماشي وان شاء الله يكون ده سبب في سداد الدين وسبب في راحة البال وسبب في سد ابواب الشر وان شاء الله يبقى من الاسباب العظيمة في كثرة البركة والخير بس اعاوزك بس يا امو احمد ان شاء الله في حكاية النظر ابقى توقفي قليلا فلا تلزمي نفسك بما يشق عليك يعني مش بعد كده نظرا عليا لو الواد نجح نظرا عليا وللبيت اتجاوزت نظرا عليا كده مش هتقدري انت عارفة ان النظر ده مسئولية انتي بتتحمليها امام الله تبارك وتعالى فحاول لا ما تحمليش نفسك حاول ما تحمليش نفسك اكثر من طاقتك وربنا يا وفاك ان شاء الله يا ام احمد وكان طبعا كلامنا مع ام احمد هو يعني خيره ما نختتم به هذه الحلقة فالإفاء سواء بالنظر او الإفاء حتى بفرضية الصوم او الإفاء بكل عهد لنا نحو الله تبارك وتعالى من الامور التي تجب علينا حتى يكون الصوم مقبولا واتوجه الى الله تبارك وتعالى ان يغفر لكل مؤمن ومؤمنة وان يتقبل منا الصيام وان يتقبل منا القيام وان يتقبل منا الصلاة وان يتقبل منا كل عمل صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبصم